خلينا مع نادي الزمالك وحكاية طب برضو مهمة جدا سؤال الطالح وهو سؤال مهم هل كهربا يدفع غرامة الزمالك بالجنيه بدل من الدولار؟ ما صدرنا برضو في نادي الزمالك؟ قايت لنا إنه الموضوع ده مش موضوعنا يعني إذا كان يدفع بالدولار أو بالجنيه مش موضوعنا هو الفيفا اللي معاقبه إنه يدفع بالدولار فما يدفعش أنا أقول إيه؟ لأ أنا عايز الفلوس تجيلي بالمصري لازم تجيلي زي ما الفيفا أقر العقوبة بالرقم بالدولار من ناحية تانية كهربا ومحامي بيحاولوا دلوقتي يبعثوا تظلمات أو يبعثوا طلبات إنه الغرامة يتحول قيمتها بالجنيه المصري بدلا من الدولار دي محاولات أخيرة من كهربا ومحامي بالسعر الرسمي طبعا في البنوك وبالتالي الزمالك مش رافض ومش موافق باتنين يعني هو الزمالك بيقول مش حكايتي أنا عايز الرقم زي ما الفيفا أقره بالدولار طيب الفيفا أقره إنه يبقى بالجنيه سيادة بقى الزمالك يا إيمة يقول آه تمام مش مشكلة مش تفري معايا دولار من جنيه يا إيمة الزمالك يرجع تانية الفيفا يقول لا إحنا عايزين بالدولار مثلا يعني مثلا بقولك الخطوات دلوقتي التحرك فيها فينا طيب جهكي